نواصل هذا المدى المباشر المشاهدين أحد أبرز مكونات الصود هذا الوطن القارة هو ثراء الممتد في نمحين على البسيطة ننتقل الآن عبر كاميرا قناة الشروق إلى كبكابية ومن ثم نعود لنفصل أكثر في ختام صباح الشروق المسافر إليها جو أم من هو سائر في شوارعها لا يرى سوى الخضرة والماء الدفاق فخريفها غير كل فصول سنتها خيرات تتدفق لتحبل أشجارها بشتى أنواع الفاكهة والخضروات والثمرات إنها كبكابية سلة غذاء شمال دارفور كما يطلق عليها ومع إطلالة كل يوم جديد تصح المدينة فجرا لتتفجر شوارعها حيوية ونشاطة والكل يقول حيا على الفلاح من يذهب إلى زراعته ومن يسرع للحاق بطبور الصباح لبيت يا أرض التجاعة والملاحن في دني فإذا فديت فتسلمي وإذا فييت فتنعني وبما أنها أرض خصبة وولود كان سكانها كذلك فقبيلة الفور التي أورثت هذه المنطقة لم توقفها على نفسها بل فتحت ذراعيها لقبائل بن دارفور وأخرى من خارجها ليعيش الجميع تحت مظلة كبكار قبيلة الجنين رغم أنها رافدة من الجوار الأفريقي إلا أنها اتخذت لها موقعا على طرف الوادي وصنعت لها اسما برقصاتها التي تعود إلى الصحراء الإفريقية دارفور لا يوجد فيها نيل أو بحر ولكن الله جل وعلا حباها بأودية تضاهي سحر النيل الخالد وروعته وادي جرغو الذي يمتد إلى ما بعد البصر يتدفق كالنيل في ذروته يخلب الوجدان ويحفز على ميلاد الأغنيات والأشعار والمخاض هنا ليس عسيرا فالطبيعة تيسر كل عسر لكلمة أو لحم وكما قلنا فإن الطبيعة الساحرة تغري كل من بنفسه جمال أو شيء من فن على رسم لوحات تبرز وجه كبكابية كما هو وهنا الخيال لا يدعب كثيرا لأن عناصر ما يحتاجه لرسم لوحة موجود ولا يحتاج إلى كثير عناء وما خفي عن كبكابية أجمل مما عرفناه بكثير فلقبائلها عادات وتقاليد تستحق إبرازها للآخرين وكذلك لمبدعيها جميل القصائد والألحان فقلوب شمسها وحده له ألف حكاية وحكاية